ممكن تعيش وتموت وانت تحت ضغط مش بيا خلاص وموافق وبتحمل عاصي وفنفس الوقت مؤمن تعمل الزنبا وتندم جاحت قلبة ميت وضيب مش مبالي وانفعالي لما حامي تعمل كل اللي في خيالك والنتيجة في النهاية ميت لكن مختلف منفلت احيانا وماشي عكس الاتجاه لجل بس لفت الانتباه لكن مش مصطنع مقنع لكن مش بسهولة تقتنع عنيد ولا كل العند مندفع كل حاجة والعكس في شخص واحد وبتم مساعد متأكد ان العقل ممكن يسوق اللعبة بالكامل عالواقع فاهم بزيادة لكن كالعادة اليأس بيتملك وبيتحكم في النهاية اول القصيدة حب ونهاية القصيدة كان بيحب نفس البداية ونفس النهاية والقصيد ما بتخلص عاوز تتأكد نفهم الاول معنى كلمة يأس لما تبقى الدنيا ماشية بالعكس نفاق وزول وحقد وحكم نفسها فما تحسب لهاش وزيبها ماشية بقوة تدفع موت من جوع وما تمدش ايدك لحد احلم عشان مفيش حدود في الله وعي بصوت والضب يقول انك موجه مش مصطول محكوم عليك تعمل كل اللي بيتقالك عليه كل يوم تنام وتقوم على واقع عنه انت مش مسؤول سكتين ملهمش تالت تمشي جنب الحيط او تمشي جوه الحيط تعيب وتزيب تود وتجيب تزعب وتهاتي في قلبه سوما بقو عمي شعب نازي ولما تتعب عندك انه حيط اشتركوا في القناة